اشتركوا في القناة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يمث من دابة آيات لقوم يؤمنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم اسمعوا آيات الله تتلى عليه ثم يصروا مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا لاتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وقد ضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم اجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وعدا ورحمة لقوم يؤمنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يغلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يركنا إلا الدهر وما له بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آتنا بينات ما كان حجتهم إلا قالوا إلا قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادحين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاخية كل أمة تدعى إلى كتابهم يوم تجزون ما كموتم تعملون هذا كتابنا ينفق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا عن الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأن الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا رب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنه وما نحن بمستهدين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهدون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم قراء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات لا يزوروا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم